السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاكوا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بصحة واحسن حال. النهاردة هنعمل معكم ورق عنب. هنعمل محشي جميل ورق عنب بنغير المرة دي. احنا كل مرة بنعمل كرومب معاكم. لكن ما عملناش لسه ورق عنب اول مرة دي. معنا ده نص كيلو ورق عنب. ومعنا اللهم مصالع النبي كل المكونات بغير لكم ايه بس هقول لكم كل حاجة ايه? ده الشبت والبقدونس حزمة واحدة كل حاجة حزمة حزمة بقدونس وحزمة شبت وحزمة كوزبرة. ومعايا انت دولت تلات كبات روس. ودي بقى دول قرنفلفل حامي. وقرنفلفل يعني مبصي قرنفلفل حامي على قرن ايه? رومي كده مقى الطعام. معايا هنا كم علاقة زيت يعني ربع كبات زيت. ومعلقتين ايه? معلقتين زبدة كبار. زبدة بلدي. اللي عحبت برضو يعمل بالعلب عادي. ده شغال وده شغال. ومعنا بصلتين موطعهم. كل حاجة كنت انا موضبها الاول. وهنا ندبل البصل كده ومن بعدين ننزل بالتومة. هنا كانت خلاص البصلية بتاعتنا دبلت. نزلنا برديرا ستومة. بس اضعهم ودقاها. خلاص كانت ستومة صفرت. نزلنا بمعلقةين صلصة. على السوم بقى والبصل والسامنة بقى والريحة مش عايزة اقولوكم تتحفة. لحتها تحفة. ومعايا برضو نص كيلو طماطن فرمافل خلاط غسلها ومصفية. اه ودي بقى هنا التوابل شطة وكمون وملح وسكر. عشان الفلفل اصمر. عشان الحمودة بتاع السكر عشان الحمودة بتاعت الطماطن. بس مش بيبان على فكرة بيبطعمه حلو. هنا بقى ايه بنزل بقى الفلفل. قرن اخضر حامي وقرن رومي واحدة نص. ودول تلاك كبايات رز غسلاهم ومصفيهم. والتلات حزم خضرة دول زي ما اتفقنا. تلات حزم خضرة كل واحدة شك. هنقلب انا كده خلاص كنت طفيت النار. هننزلت بالرز والنار شغالة. بعد كده طفيت النار وحطيت الخضرة بقى الخضرة كلها بقى على بعديها. كانت النار مت فيها لما انا نزلت بالخضرة. انا بحطش الخضرة والنار شغالة. كنت انا خلاص طفيت وبقلب بقى خلاص. بقى ما فيش اي مية خالص تحت اهو. الدنيا تمام يعني. بستبكة كويس. هنا بقى كنت انا هسلق ورق العنب. بحط ايه عصير اللمون. وبحط ايه? المية يعني ايه عادي. احطي المية اللي انت عايزة تحطيها. بس المهم انت يكون مغسططة ايه? اه دي نص لمونة ومية نص تاني. بس انا عشان نص كيلو نص كيلو. احط له ايه? نص لمونة بس. ورق العنب بتاعنا جميل. بيجيبي ناعم. وشكله كده بيبقى اخدر كده بص شكله وهو شكله جميل بان عليها. شكله بص وشوف شكله جميل ازاي? انا بحطه بالعيدان بتاعته كده عادي. بس لقه بالعيدان بتاعته. وانت الاول عاد اقطع العيدان بتاعته دي لقيت الموضوع من اللي قوي. قلتي طب انا ايه? احفاك يا الورق العنب ده انا غسله الاول يا جماعة قبلا ما انسى. انا غسله ورق العنب ده الاول قبلا ما اسلقه. بحط بقى ايه بحط يعني معلقة بس خلف وبحط يعني عسرة نص للمونة. في المياه. بس ببص بقى المياه انا غسله ورق العنب قبلا ما ايه قبلا ما اسلقه. قبلا ما اسلقه. انا خلاصي نسحك. انا خلاصي. انا خلاصي. بص بوريكو دي الورقة الخشنة اللي احنا بنلف عليها. تقدر يبقى تحشي ايه? على الصينية تقدر يتحشي على اديكي اللي تتحبيها. انا عن نفسي بلفه على ادية. ما بلفوش على الصينية. بس انا بوريكو نقول اللي حابب برضو يلفو على الصينية كده يلفو. انا بلفش على الصينية. انا بصراحة بص بروح الف على طول كده في ادية على طول. بيبقى اسهل لي من انا ايه? الفو كده على الصينية. ده صباح تاني بلفو او معاكم. اهو. بتطني الورقة من الجنبين بعدا ما تحطي الرسط. ان الورقة من الناحية دي ومن الناحية دي. وبصي بقى ايه? تفضلي تتنيها لو حتى لقيت معاك حاجة زيادة برضو تتني. تتني. وتلفي. عشان الصباح ما يطلعش ايه? ليه زاوية كده ولا كده. بصي بيطلع ايه? جميل ازاي? اهو. بصي طلع ازاي? اه شكله حال. اه ما حابة دول لفناهم. بنلف ايه طبعا زي ما اتفقنا? على الجنب الخشن. ما بنلفش على الجنب الناعم. الجنب الناعم ده بيبقى من بره. حطي بقى لحبة الرس. والتلقافلي من الناحية دي ومن الناحية دي من الجناب. عشان تبقى الصباح شكله جميل وتفضلي بقى تلفي في كده لحد اما ايه? بقى حد اما بتكمليه للاخر. انا بقى بنحط ايه ورقة عنف في الكعة بتاع الحلة. في الكعة نحط كم ورقة عنف كده. عشان تطلع ايه? عشان انا هقلب الحلة معاكم. عشان الشكل يطلع ايه? جميل. هنحط برضو ايه? كم شريحة بطاطسا? ايه بطاطساة واحدة كبيرة. يعني انت تعمليها شريح كده. وتحطيها في كعة الصينية. ايه واحدة بس. بطاطساة واحدة بس انا مقررتها كده. وطماطمية برضو واحدة بس. برضو بتخسليها وتقطعيها برضو شرانشات كده. بترسيها برضو ايه فقل بطاطساة. ما ما بتحطش غير واحدة بس. هي حباية بطاطس وحباية طماطم. انت عايزة بقى تحط يعني فراغ بني تحت كده برضو عادي. عايزة تحطي لحمة تحت الورقي العنب كده تحطي برضو اللحمة بني. اللي هي بني كده تعمليه او فراغ بني. تحطي بني مش عايزة برضو انا لحط لفراغ ولا هحط لحمة. انا هاه انا عاملى فراغ سلقاها فراغ بلدي سلقاها. مش آآ سلقاها وحمرها في الفرن. مش مش عاملة يعني حتى لحمة فيها ولا حتى حاجة في ورقة العنب. هو البطاطسية والتمطمية من تحت وكم ورقة العنب اللي انا برسهم في الكع من تحت وخلاص على كده. برس بقى افضل ارس زي ما انتم شايفين كده في الحلة زي ما انتم شايفين. رسي كده بتفضل ترسي كده بالتدريب. تطلع معاك جميل لو تحفى زي ما انتم شايفين كده بصوا. انا مردتش الف معاكو. مردتش اكملها كلها ولا اردت الف كله معاكو عشان طبعا هياخد وقت. عشان التصوير فانا لفيت بس كم سبع معاكو. وبرضو مش مش هرس الحلة كلها معاكو عشان برضو الوقت. عشان ما طولش عليكم. زي ما انتم شايفين الصابح بصوا كل سبع برسوا جميل قدامكم ازاي? خلاص كنا خلصنا نس كيلو بتاعنا. عندي بقى كم ورقة عنب كده. هحطهم بقى على وش على وش الحلة من فوق كده. وبعدين زي ما انتم شفتوا كده اهو. هحطي كل ورقة العنب من فوق. ودي الشربة بتاعة الفراخ فيها برضو كل التوابل. فيها بتاع دوة تقولوا معايا ايه? فيها تماطم وبصل ومتابل لها برضو التوابل. ولو له حلم يعني هحط لها كل التكويجة برضو رحيتها تحفى. افضل بقى ايه احطي لها الشربة بتاعتها لحد اما ايه اغطس الورق العنب بياخد يا جماعة بياخد شربة. اه افضل بقى ايه بصوز بس كده خلاص. بقى اغطس الورق العنب كده وحيزه الحلة على اساس انها اضمن ان ايه? ان ورق العنب ايه كله ايه? شرق شرب شربة. واجيب طبق كده وحطوا بقى ايه على على ورق العنب على اساس انه لما بيهو افضل الورق العنب افضل كده ويفضل الورق العنب افضل كده ولا ايه ولا يطلع الرز برا ولا ايه ولا يبقى فيه اي حاس غالص. وتواصل النار بقى عليه والسبيل حدا ما تفضل برضو ايه بشائري عليه كل شوية. او كانت خلاص افضل. طبعا انا عريضي خلاص هو دوارو لكم فان خلاص كده ايه? خلاص خلاص افضل. خلاص بقى ايه حقلي بالحلة. كده انا بقلدها. حتى قلبتها وطمان معاكم. بصو كانت خلاص ايه? اتشفنا مولاة على باية. بصو. بصو خلاص بتقلافة الحلة. بصو الراسة حتى باين عليها جميلة ازاي والطبح جميلة وعسول والله. وزي الصفر. عسل كان عسل 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 والله. وبطاطس طيبة ومهرية وزي الزفدة بصولة وساعتين البخار طالة يا حفو. بصو? يعني انا والله العزيم حبيت الحلة ما كان فيها اي حاجة لازحة. والله العزيم الحلة ما طلعش نظيفة. انا هنفيت حتى اوري لكم. لان هي كان في اه كان في لسة حبة شفلة صغيرة فالص. ما كانتش تزبسل كده يعني كان معلقة. فعشان كده الحمد الله طلعت زي الفل وان شاء الله تعجبتوا بازن الله طريقة. دي طريقتي يا جماعة. اه لفت ولاي العنم. وطعمه كان تحفة تحفة تحفة. حتى الرصة لما قلبت وطلعة جميلة وزي ما هي. بصو ده صباح بار وولتو كانت فرزة ايه تقتصور.